موسيقى رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد ومستمرين مع بعض في فقراتنا. وصلنا لفقرة مهمة هيكون فيها مجموعة من الأسئلة عشان نعرف أكتر عن موضوعنا اللي نتكلم فيه. وتحديدا موضوعنا هو زيارة وزير الخارجية النبي الفهمي للصين وكوريا الجنوبية واليابان. هنتكلم عن نتائج هذه الزيارة. هنتكلم عن هل يمكن استبدال السوق الأوروبي بالسوق الأسياوي ولا لا. يمكن هو سؤال بيطرح نفسه محتاجين على إجابة. نعرف إيه ممكن مدى التغير في الأسواق الفترة القادمة. هل ممكن ده يحصل ولا مش ممكن يحصل. هيكون إيه مزايا وإيه العواقب اللي ممكن تحصل لو استبدلنا فعليا الأسواق الأوروبية بالأسواق الأسياوية. كل ده وأكتر هنعرفه النهار من ضفنا الأستاذ الصحفي والكاتب الأستاذ باسل يسري. سبع الخير يا فاند. سبع النور يا فاند. أستاذ باسل إزايك. أهلا وسهلا. خلينا في الأول نتكلم عن الزيارة نفسها. يعني تقييمك إيه للزيارة وزير الخارجية نبيل فهمي للصين والكوريا الجنوبية واليابان. يعني أنا دايما كنت أفضل أنه إحنا نبص شوية للجزء التاني من العالم للصين وكوريا واليابان لما ليهم من خبرات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية كبيرة جدا. لما للصين من دور سياسي قوي. هي من الدول الخمسة الكبرى. وهي عضو في مجلس الأمن. عضو دائم في مجلس الأمن. وليها حق النقد الفيتو. دايما كنت أشجع مثل هذه الزيارات. ما كنتش ببص خالص على الدول الأوروبية ولا الشريكة الاستراتيجي لنا. أعتقد أنا يمكن تقييمي للزيارة دي. زيارة يمكن لسه لسه ما ظهرش. يعني حاجات واضحة لها ملموسة. إلا أن هي من البيانات اللي كانت صادرة عن وزارة الخارجية هي الزيارة نجحة للغاية. الوزير نبيل فاهمي كان بيقوم بجهد كبير جدا. يمكن أن تتابعوا على مدار اليوم كان بيقوم بجهد كبير جدا. من لقاءات رسمية ولقاءات غير رسمية. حرص وأعتقد أنه ده دور الدبلوماسي المحترف. أنه بيحرص على مخاطبة الرأي العام في هذه الدول. هل أنت شايف أن الوزير الخارجية نبيل فاهمي ناجح لحد الوقت في خطواته اللي بيخطوها من أول ما سأتولى المسئولية؟ بالفعل. بالفعل. هقول لحضرتك على حاجة. دايما كنا ننظر ناحية أوروبا وناحية الوقت المتحدة الأمريكية. وأهملنا أفريقيا تماما. الصين من إحدى جوالاته للوزير كان في الصين أفريقيا. فيه دايما منتدى بيسمى الصين أفريقيا. فيه اليابان أفريقيا. وفيه دولة زي الصين والتنمية في القررة الأفريقية كلها. فإحنا أنا أعتقد أنه إحنا رحنا خلينا نبعد عن الشعارات أنه مصر دولة استراتيجية ومحورية والكلام دا كله. إحنا رحنا نقدم نفسينا من جديد لهذه الدول اللي هي بالفعل نجحت. واللي هي بالفعل هي تريد تريد أن يكون هناك علاقات استراتيجية وشراكة مع مصر. ولكن مبنية على أساس إيه؟ هنا السؤال. إحنا بنيين للعلاقات التي بدأنا. أعتقد أن نبيل فهمي بدأ أن هو يبني علاقات مع مصر بعد ثورة 30 من يونيو على أسس معينة. على أسس مصلحة أو علاقات مشتركة ما بيننا وما بينهم. أنتم محتاجين مننا إيه؟ وإحنا محتاجين منك وإيه؟ علاقات تبادل يعني بالسروات؟ التبادل تجاري. علاقات سياسية. علاقات اقتصادية حتى على المستوى السياحة. حتى كنا دايما نبص على روسيا ونبص على أوكرانيا. هما دول اللي بيجوا على شرم الشيخ التلينة والله الأصل الإنجليز. هما دول الطبقة العالية جدا. ما بيجوش ساعات كتير عندنا بطلوا. لا. إحنا بقنا نبص دلوقتي على اليابانيين أنه هما ييجوا. على فكرة الياباني من أكتر السائح إنفاقا في جولته. صحيح. فهأكلم حضرتك أنه البعد كله اللي أنا شايفه من هذه الزيارة وبصراحة شديدة جدا هي تغير كبير جدا وجزري في السياسة الخارجية. إحنا بنبدل في الوقت ده حلفاء كانوا لينا أصبحوا شركاء ولكن لم يعدوا حلفاء لمصر. هناك حلفاء أخر ممكن أنه إحنا نعتمد عليهم دولة زي الصين. نعتمد عليها في مجلس الأمن بشكل كبير جدا. وهي منفتحة على مصر. فبدأنا أنه إحنا نقدم نفسينا. نروح نطلب منهم تعالوا يا جماعة استثمروا عندنا. تعالوا يا جماعة حطوا إيدكو في إيدينا. لأنهما استثمرهم قليل جدا في البلد هنا. استثمرهم في البلد قليل واستثمرهم في أفريقيا كبير جدا. يعني ما هو هنا الدين مشكلة. لما إحنا مصر تستضيف مثلا منتدى زي الصين أفريقيا. ونكتشف أنه الاستثمارات اللي في مصر الصينية اللي في مصر وقليلة جدا مقارنة مثلا بالاستثمارات الصينية اللي في أنجولا. فده شكل ضعيف جدا بالنسبة لمصر. إحنا بنستضيف منتدى. وإحنا ما عندناش قدرة حتى على إدارة هذا المنتدى. فبالتالي إحنا لجأنا ليه. وبقول لجأنا لجأنا فعلا لأن إحنا روحنا للنص التاني. يمكن هذكر برضو حاجة كده. بس بعيدا عن موضوع الحلقة. الوزير كان في الهند برضو من حوالي أسبوعين أو أقل بقليل. فهو بدأ أنه هو إحنا نتجه ناحية القوة اللي هي أخفلتها بعض الدول العربية. ولكن احتاجت لها الدول. يعني أمريكا تحتاج للصين وتحتاج للهند وتحتاج للجمان. طب حلو جدا خلينا نفسر للناس وحدة وحدة كده. خطوات وزير الخارجية نبيل فهمي اللي بيخطوها الفترة الحالية. اللي احنا فيها لها فترة خارطة الطريق وفترة الانتقال من مرحلة لمرحلة. المفترض أنها هيكون فيها بناء مفترض أنها هيكون فيها العلاقات القوية اللي هتسرينا بعد كده. وإحنا كمان هنسريهم بعلاقاتنا بعض. انت بتكلم عن الهند. وبتكلم دلوقتي عن الصين وكوريا واليابان. المفترض أن البلاد كوريا الجنوبية. المفترض أن البلاد دي احنا كنا غفلين علاقتنا بهم تماما. أو ما كناش قادرين نستفيد بالمقدار المفترض أن هو يكون موجود على أرض الواقع. بشكل كبير. ممكن أعرف المميزات. غير أن احنا هنعمل علاقات تانية مع بلاد. احنا كنا مش عاملين معها علاقات كويسة. أو ما كناش على العلاقات بها قوية. يعني. إيه اللي هنستفيده؟ شوفي. هقول لحضرتك على حاجة. انت دلوقتي بتواجه تحديات خارجية. ما ينفعش مصر تبقى زي اليابان. بعد هيروشيما قفلت على نفسيها. وبدأت أن هي تبني اقتصاد قوي. انت ما ينفعش تعيش بمعزل عن الدول المحيطة بك. علشان خاطر انت وضعك في المنطقة قدام الدول العربية. انت دولة رائدة. فبالتالي يجب أن تقودي الوطن العربي في المرحلة دي. وعلى فكرة كل الدبلوماسيين العرب تقريبا بيتنبقوا بالموضوع. ده. وانا كنت بحضر منتدى من ثلاثة ايام. واغلب الدبلوماسيين اللي تقريبا بيهم كانوا بيأملوا في أن مصر تقودي العالم العربي. فبالتالي عشان تقودي العالم العربي. أو على أقل تقديد يكون لكي دور مؤثر في أي قضية عربية. يجب أن يكون لكي تحالفات قوية مع دول قوية. بمعنى أدك أنه مثلا أنا كنت والله بروح ألجأ للولايات المتحدة وأتفاوض معها على فقرة خاصة مثلا بالقضية الفلسطينية. لا. دلوقتي أنا ممكن أن أنا أروح أتفاوض مع دولة زي الصين استعملت حق النقد الفيتو في إجهاد مثلا بعض القرارات المنوئة للقضية. أو المؤيدة للقضية. فبالتالي أنت دلوقتي بتلعبي على محورين. المحور الأساسي أنه أنا أوري حلفائنا في السابق أننا بدأنا أن نطبق مبدأ الندية. مبدأ الندية ده تحدث عنه نبيل فهمي في أول لقاءاته بوسائل الإعلام حينما تولى الوزارة. فبدأنا أنه إحنا نغير من توجهاتنا السياسية العلاقات مش بس بتبقى علاقات أنه إحنا بتبقى علاقات أنه وزير بيستقبل وزير. يعني حينما النهاردة أقرأ خبر أنه الوزير تلقى اتصال من وزير الخارجية الألماني وهو في الزيارته في اليابان ده حرص من الجانب الأوروبي ودولة زي اليابان دولة كبيرة جدا. ده حرص من الجانب الأوروبي وحددوا معاد أنهما هلتقوا في يناير. نادرا موزير الخارجية الألماني يتصل بنظيره في دولة عربية ويقول له أنا عايزة أقعد معك. يعني ما أثرتش سنة الإخوان والحكم اللي كان موجود السنة الفترة 2012. ده معصد. ده إحدى نجاحات الدبلوماسي المحترف. يعني أعتقد أنه نبيل فهمي دبلوماسي محترف جدا وهو عارف هو رسم خطواته ماشي إزاي. بيروح لأنهي الدول وبيتكلم معهم إزاي. بيقدم لهم إيه وإنتوا هتقدموا لي إيه. النهاردة لما أجي أتكلم مع اليابانيين على التكنولوجيا لما أجي أتكلم على تكنولوجيا عسكرية مع دولة زي روسيا. ويجي قابليها جون كاري بيوم تقريبا أو بيومين من زيارة لافروف على مصر. فده بيؤكد أنه مصر دلوقتي بدأت أنها تقدم نفسيها للعالم على أنها دولة هتبقى في يوم من الأيام في خلال يمكن سنوات هتبقى دولة رائدة في منطقتها من تاني على الخريطة أو من البلاد التانية على الخريطة المفترض أن نحن نقوم دلوقتي ونسرع جدا بتقديم نفسنا مرة أخرى وبتقوية العلاقات مرة أخرى بيننا. دول غرب أفريقيا. أعتقد أن دول غرب أفريقيا أو دول يعني الدول الأفريقية بشكل عام باستثناء بعض الدول اللي هي لحد دلوقتي هي موقفة صعبة معنا وبرضو اللي هنربطها بالزيارة الوزير للصين واليابان وكده. لأن الدول دي اقتصادها قوي جدا. إحنا دلوقتي مصر معلقة مشاركتها في الاتحاد الأفريقي. خلينا نكون صراحة أنه في قمة أفريقية في يناير الجاي. وإحنا ممكن أنه إحنا ما نحضرش القمة دي بسبب تعاليك المشاركة بتاعتنا علشان ما عندي نشد سطوك. بس وطول الوقت بيقال أنه عدم المشاركة ما هواش في دائرة الخطر يعني لمصر. لا أنا بالنسبة لي في دائرة الخطر لأنه هو ممكن أن تناقش فكرة توسيع مجلس الأمن في قمة لمدة ساعتين على مستوى القادة. فبالتالي ممكن دولة زي جنوب أفريقيا تمرر هذا المشروع في خلال ساعتين ومصر مش هتكون حضرة. إحنا ممكن نعمل إيه؟ إحنا ممكن نروح للصين اللي ليها استثمارات اقتصادية. مش هنقدر يعني مش هنقدر نبعد الاقتصاد نفس الاقتصاد عن السياسة. هنروح لدولة زي الصين اللي ليها استثمارات في أفريقيا كبيرة جدا ونخليها ورق الضغط. مثلا يعني أنا بتخيب. نهاية تكون ورق الضغط على بعض الدول العربية علشان تعترض على هذا القرار داخل القمة. في حال ما إذا كانت مصر مش هتحضر القمة الأفريقية الجاية. وأعتقد أننا ممكن ما نحضرش القمة الأفريقية الجاية بسبب أنه هنتأخر في إعلان الاستفتاء على الدستور. فبالتالي مش هنقدر نبعد للاتحاد ونقول لهم إحنا جايين. حاجة زي كده. ممكن إحنا نضغط على الصين ونقول للصين يا جماعة. يعني إحنا عندنا دستور بس أخدوا بالكوا. عشان كمان توسيع مجلس الأملي ده قد يضر بالصالح الصين. فإحنا نبتلك نفهم لهم الرؤية بتاعت مصر إيه والدول العربية. ممكن إحنا نتكلم مع دول تانية نخش في دول فيها نزاعات. دولة زي جنوب السودان دلوقتي فيها نزاعات. مع شمال السودان فيه كده كده مشكلة في منطقة أبي. ممكن إحنا نخش نتفاوض بدل ما الإثيوبيين هما بيتخشوا تفاوضوا. فبالتالي إن إحنا نقدر نحقق مكسب فيه مثلا في قضية سد النهضة. كل ده إحنا مش هددنا نعمله بمفرد. خلينا نكون صرحة. إحنا الدبلوماسي بتاعتنا شغالة كويس جدا. ولكن ينقصنا برضو دعم دولي. على أقل تقدير حينما نروح نتفاوض مع دولة يكون عارفة مثلا دولة أفريقية يكون عارفة إن الصين واليابان وكوريا ورانا. فإحنا بنتكلم من منطلق قوة. لأنه إحنا اقتصادنا ضعيف. فعشان نقوم بالسياسة قوية لازم يكون اقتصادنا قوة. لازم نقدر نديهم فلوس علشان خاطر نقدر أن نعمل عندهم تنمية. مش هنديهم فلوس. مش هنعمل لهم تنمية. هنخسر. فإحنا بتدينا أن نروح نتجه لنحية تانية من العالم. الولايات المتحدة لها حصان إسود. مثلا في قارة الأفريقية. لا. خلينا نشوف إحنا دولة تانية لها برضو. دولة تانية ممكن تتغير عليها. زي الصين. طيب. يعني هرجع بعد الفصل اللي جاي ده طول ما حالتك أتكلم. فإنه أنا عارف أنه ممكن يكون السؤال مش دلوقتي. بس هل تعتقد أن ده هياخد مننا وقت علشان نقدر نقوم بالتمركز ده وسط الدول دي والتحالفات اللي احنا عايزين نقيمها بيننا وبين الدول الأخرى. هنجاوب بعد الفصل؟ هنجاوب بعد الفصل. نروح للفصل نرجع مرة تانية نجاوب على السؤال. فصل مشاهدين ونرجع مرة تانية. نكمل مع بعض. مع الأستاذ باسر يوسري ونرجع مرة تانية. وحورنا مستمر مع الأستاذ باسر يوسري الصحفي بجريدة الأهرام وبرجع لحضراتك تانية أستاذ باسر على الوقت. هل هيكلفنا وقت كتير عشان نقدر نحن نحصد النتائج من وراء هذه التحالفات مع الدول الأخرى أو العلاقات اللي بنقيمها دلوقتي ونحاول نحن نقويها مع العلاقات الأخرى مع الدول الأخرى؟ لا أعتقدش أبدا أنه الوقت هو يعني ممكن يكون مشكلة بالنسبة لنا خالص. هي الفكرة كلها في بناء الثقة. أنه إذا دولة أي دولة أي دولة إحنا بدأنا أن نفتح معها علاقات. هو بالفعل فيه موروث لهذه العلاقات ما بيننا وما بينهم. وهما بالفعل درسين الحالة المصرية بشكل كبير جدا. يعني إحنا لما نروح نتكلم مع روس مثلا على فكرة التسليح اللي موجود هنا. هما طبيعي أنه هما دارسين الحالة المصرية وعارفين عارفين المصر محتاجة إيه من السلاح. فخليني أقول لحضرتك أنه ببساطة شديدة جدا هما كانوا مستنيين أنه مبادرة من مصر. أنه إحنا نروح نقول لهم والله إحنا بحبين أنه إحنا نفتح صفحة جديدة معاكم وعلاقات جديدة. ما ننكرش العامل النفسي كبير جدا. العامل النفسي أنه إحنا قطعنا مع بعض الدول. يمكن الصين بتأخذوا السوق الأوروبية بمنتجات رقم واحد بالنسبة لها. بتأخذوا السوق المصري بمنتجات رقم يمكن رقم ثلاثة أو رقم أربعة بالنسبة لها. فخلينا نتكلم برضو على مستوى آخر. مستوى فكرة أنه ما فيش دولة حتى هذه اللحظة بعد ثورة 30 من يونيو. يمكن مسؤول كبير جدا جي منها على مصر حتى هذه اللحظة. يمكن بس أشتون جات عشان خطر الملف السياسي بتأجامعة الإخوان. يمكن جون كاري جي. يمكن بعد كده لفروف جي بقى عشان خطر العلاقات. لكن الاستثمارات أو قامت علاقات فيها تبادل ثروات. ده لسه حد الوقت ما حصلش. هو كل ده بيبقى اتفائيات. يعني يمكن الوزير فهمي لما راح مثلا على اليابان. فخد مثلا والله منحة تقدر. أعتقد مثلا بمئة وخمسين مليون دولار. علشان خطر التنمية في المشروعات المشارفة. دعم الجامعة اليابانية. مثلا لما نروح على الصين نتكلم معاهم. فيبتلوا برضو انه هم في بعض التنمية. ولكن الموضوع بيبقى شوية بحذر. خصوصا بعد الثورة. لكن المنح دي مش هي الحل برضو. المنح مش هي الحل. أنا معاك. هو يجب أن يكون العمل داخليا. وعلشان خطر نقدر نقدم نفسينا خارجيا. في الفترة دي الدول بتحاول أنه هي تحط على أقل تقدير رجلها شوية جوا. وبعدين المنح دي هيتم استثمارها في إيه بالضبط. إحنا طول الوقت بنمد بمنح من دول كتير ممكن الفترة اللي فاتت. هقول لحضرتك على حكا. هو الموضوع مباشر بشكل كده. هو الموضوع بيبقى شوية متحدد. لما يروح مثلا وزير فهمي وبيقابل مثلا مجموعة اللي هم بتوع وكلاء السياحة والسفر. وأنه هما يفكروا أنه هما يعملوا فيلم وثائقي عن مصر الفرعونية ومش عارف مين وبتاع. والفيلم ده يبتدي يبثل مدة عامين على التليفزيون الياباني اللي يشجع السائح الياباني لزيارة مصر. ده في مكسب لينا. أنا بقول لحضرتك أنه ده بيبقى في مكسب لينا. لأنه بعد كده بشكل غير مباشر السائح الياباني أو المواطن الياباني هيتأثر بشكل مباشر من التليفزيون بتاعه وهيروح على مصر. يعني نقدر نقول ده أول خطوات أن نعيد السائح الياباني مرة أخرى لمصر. نحن عارفين وحضرتك في أول الفقرة أن السائح الياباني من أكثر السائحين إنفاقاً في رحلاته أو في وجوده في أي بلد. بالضبط. بالضبط. وهقول لحضرتك على حاجة. اليابان بالفعل قللت تحذيراتها من السفر إلى مصر. والصين كذلك. وكوريا كذلك. وروسيا لم يكنت حتى تحذير أو قيود أغلب الدول الأوروبية. فنحن نبدأ نعمل على كذا مستوى. لكن السائح الياباني دائماً اتجاهته ليس للشواطئ أو للأثار. للأثار والتصوير. هو بيهوى التصوير جد السائح الياباني. يعني يمكن من أكثر الناس اللي ممكن يقعدوا يصوروا مصر كلها أو ممكن يكون عندهم حتى معارض. وأنا أعاول حتى على دور السفير المصري في اليابان أنه يبتدي معارض بالتعاون مع وزارة الأثار هنا في اليابان. لأنه ده هيشجع حتى السائح الياباني أنه يبتدي يجي ويجي نشوف الأثار دي على حقيقتها. فإحنا نشغلين على كذا مستوى أعتقد الإدارة المصرية. الإدارة المصرية تشتغل على مستوى الاقتصادي. وعلى المستوى أنه أنا أحاول أقنع العمل الناسي. أنا أحاول أقنع الجانب الشريك بتاعي الأجنبي. أنه في أمن وأمان دلوقتي في مصر. السياحة ممكن تعود ولكن الاستثمارات رجل الأعمال هو في الغالب الحكومة مش هي اللي هتيك تضخ أمول عشان حالك تتكلمتي عن المنحة أنا طرحت الموضوع هي الفكرة من هم مش هيجوا يدوا كل شوية فلوس هم فيه رجال أعمال بعد كده عندهم عايزين يجوا يشاركوا رجال أعمال مصريين والله في بناء مصنع طب انت هتأمن لي الموضوع ده ازاي حتى القوانين بتاعتك هتأمن لي الموضوع ده ازاي في حال ما إذا لا قدر له حصلت صورة تانية أو استهداف أو استهداف لهذه المقارات قد تؤمن المصانعي وفلوسي فبالتالي أنا بروح بأقنعهم دلوقتي فكرة صاحب رأس المال جابان دي فكرة مطبقة في جميع أنحاء العالم مفيش حد بيغمر دلوقتي بفلوسي عشان يدي يحطها في بلد فيها صورة وفيها مش ثقافة مصرية يعني بتطبق على رجال الأعمال لا لا هي مش ثقافة مصرية خالص لكن احنا ممكن ان احنا نستغل علاقاتنا الدولية دي وممكن نستغل موقعنا من خلال بعض المنتديات زي الصين أفريقيا زي اليابان أفريقيا معرفناش نستغل فرنسا أفريقيا وفشل عشان موضوع بيسيس لا من فشل نسيس كل الموضوعات اعتقد ان البيل فهم نشغل على كل المحاور دي شغل على المحور الاقتصادي كويس جدا ومخطبة الرأي العامل الإعلام بتاعهم كويس جدا وعلى المستوى السياسي احنا وضعينا دلوقتي كل الدول المعترفة بينا وكل الدول المعترفة بهذه الحكومة وكل الدول بتنتظر فقط الدستور بتاعنا وبعد كده مصر مكملة يمكنك لسه فيه منتدى من أربع تيام يمكن بس يعني الأعلام ما صلتش الدوق عليه اللي هو منتدى من أجل المستقبل كان ضم المجتمع المدني مع الدول التمانية الصناعية القبرى الفرنسويين والألمان والأمريكان وكل دول كانوا عندنا هنا من 3-4 تيام هل تعتقد مفترض ان يكون بيحصل منتديات او يكون في اللقاءات دي يكون رجال الأعمال المصريين اللي عندهم الإمكانيات ان هم يقدروا يشاركوا ويعملوا مشاريع كبيرة ان هم يكونوا حاضرين في اللقاءات دي ان هم يكونوا موجودين في السفريات دي ده مهم جدا حالك فكرتيني بحاجة قبل زيارة الوزير لليابان والصين وكوريا قبلها يمكن بيوم قبلها بيوم كان بيلتقي بمجموعة رجال الأعمال المصريين هنا في ديوان عام وزارة الخارجية يعتقد ان هو قابل ناس كتير جدا مش عارف اذا كان ينفع اقول اسمهم ولا لأ بس التقى بيهم وتم بحث هم طالبين ايه من هذه الدول يعني احدهم تحدث عن صناعة الدواء وتحدث على انه فيه تكنولوجيا معينة واجهزة معينة يجب ان نستوردها من الخارج على حساب شركته الشخصية علشان خاطر تبتلي تصنع الدواء هنا المصري وبعض الرجال الأعمال تحدثوا في مجالات اخرى غير صناعة الدواء فاعتقد انه نبيل فهمي ما اخفلش هذا الموضوع قبل ان يغادر لانه هو بينقل صورة او بينقل افكار رجال الأعمال للمسؤولين اللي هناك اللي هما بدورهم بينقلوها لرجال أعمالهم وبيتم بعد كده عمل اتصالات ما بين رجال الأعمال وبين بعضهم البعض للمزيد من الشراقة ما اخفلش هذا الموضوع اتصال مباشر ما بين رجل الأعمال المصري والرجال الأعمال الموجودين في البلاد اللي احنا بنتفق معهم اعتقد ده هيتم عن طريق السفرات بتاعتنا اعتقد انه ده هيتم عن طريق السفرات لان المشاريع مش هتبقى مشاريع صغيرة اللي هي صغيرة والمتناهت الصغر اعتقد انها هتبقى مشاريع كبيرة جدا حاجة زي صناعة الأدوية مصر في حاجة لبعض الأدوية اللي هي ممكن تكون بتستوردها من برة نتحدث مثلا عن مشاريع عاملاق مشاريع سياحية عاملاقة او مشاريع في البناء التحتية نحتاج الى الخبرة والتكنولوجيا اليابانية في البناء التحتية لا يمكن اخفالها نتحدث عن الصينة التي تخذو الأسواق الحالية هنا في القاهرة نحتاج المزيد والمزيد منها خصوصا وانه احنا ممكن نستغل انه في فكرة تواطر يعني برضو هرجع لحركة لفكرة السياسة ممكن نستغل فكرة انه هناك توطرات بين الولايات المتحدة الامريكية وبين مثلا الصين بشأن قضايا سياسية عالقة اخرى احنا ممكن نكون طرف في الموضوع انتوا تدونا وانتوا تدونا وانحنا نبقى القوة الاقتصادية في هذه المنطقة كل حالة الموجودة دايرة وسيركل كلها لو ربطناها ببعض هنعرف نوصل لنتائج مهمة وكويسة جدا بس ده مع التيم وورك يعني مع حضرتك بتقوله دلوقتي انه وزير الأسار ان هو يقدم للسائح الياباني الشكلة او المعارض اللي هو بيحبها عشان يقدر ييجي انه رجال الأعمال يتفقوا مع بعض وقدروا ان هما يتواصلوا مع رجال الأعمال الغرب علشان يقدروا يعملوا مشاريع هيلة زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي برضو انه تكون المنتديات وحاجات كتيرة فهي سيركل والمفترض ان كل واحد فيها بيشتغل مع وزارة الاستثمار مع وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية لانه برضو فيه قوانين استثمار هنا برضو صعبة شوية بس في حاجة بقى غلط يعني حاجة بتحصل دايما ولما بنيجي نتكلم مع ضيوفنا اللي هم أصحاب الأموال لما بيجوا يتكلموا معنا ويقولون احنا جاهزين وعايزين نشتغل بعد كل الخطوات دي بيجوا عنده نقطة وبيتوقفوا ما بيعرفوش يكملوا وده لعدم وقوف الحكومة او الجهات الكبيرة والمسؤولة الى جانب هؤلاء رجال الأعمال بص يا هولا حالك على حاجة أنا لا أنكر أن هناك عوائق بيروكراطية في مصر كبيرة جدا ويمكن سبب نهضة دولة زي الإمارات أنه ما فيهاش العوائق البيروكراطية اللي موجودة أنا آمل أنه إحنا نبقى دولة بدون هذه العوائق بدون ما نحتاج عشان خطر نعدل من قوانين الاستثمار مما يحفز المستثمر الأجنابي للاستثمار في مصر لن نتحدث على أن هناك أمن وأمان فبالتالي المستثمر هيجي من نفسه علشان مصر فيها أمن وأمان لا وبعد كده مثلا نقول له خد الحتة الأرض دي دي فيها معادل لا هو مش الفكرة مش في كده الفكرة أنه ممكن يجي مستثمر ويجي حط فلوس ويقعد يسافر ويجي على بلده كتير جدا علشان خطر يبتدي يخلص الإجراءات في الورق دي بص تلاقي عوائق بيروكراطية توقفه فيسحب أمواله ويرجع يسافر تاني أنا ممكن أن فيه أنظمة كبيرة جدا موجودة في العالم كلها نظام زي البيوت إن أنا أجي أبتدي أطبقه في بعض المناطق أجي أجي بالمستثمر الياباني يقول له أنت محتاج تأخذ الأرض دي لمدة 99 سنة تبني عليها مصنع تشغلي فيها نسبة 60% عمالة مثلا من عندك أو 80% عمالة من عندي على 20% خبرة يابانية موجودة وتدير المصنع وتاخد ريع بتاع هذا المصنع لمدة 90 سنة وده تطبق على أرض الواقع يعني كان من فترات طويلة لا ما هو حذلك بقى محتاج أن أنت تطبقيها على كل دول العالم فبالتالي هتلاقي كل دول العالم حابة أن هي تيجي تستثمر عندك أنت أمنت المنطقة مثلا أمنت منطقة زي سينة تعالي عملوا مشاريع سياحية موجودة فيها ما أكثر الدول اللي هي هتفضل لذلك لما أجي أجيب اليابانيين والصينيين عشان يجوا يعملوا يبنى تحتية في مثلا في محافظة سينة بلاش أنه أنا أدخلهم في المشاكل الموجودة عندي يعني برضو بلاش أنه أنا أجيب الفلوس وأطور بها العشوائيات لا أجيب الفلوس وأبني بها مدن جديدة فبالتالي أنه أنا لازم أذلل بعض القيود أمام المستثمر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بشكل مباشر أنه أنا أروح للدولة وأتفاوض معها وأروح أقول لهم أنه والله إحنا استسنئنا دولة زي اليابان تماما من الدرائب التي هي ممكن تفرض على الصناع أو على الزراع أو على الاستيراد المواد بتاعتها فيه اتفاقية ما بيننا وما بين لبنان أنه ما فيش جمالك نضع بعض المغريات لأخذهم على مثل ممكن يضحك فيه اتفاقية ما بيننا وما بين دولة لبنان على أنه ما فيش جمالك على السلع سلع مثلا زي المنجا ومش موجودة في لبنان عليها هي جمالك يعني اتفاقية زي اتفاقية أغدير التي لم تفعل حتى هذه اللحظة مع دول شمال أفريقيا المغرب وتونس ولابيا ما فيش ما بنستفيدش منها غير يمكن في عربيات دخلت مؤخرا على سوق المصر ما هي دي الفكرة أننا بيبقى عندنا مشاريع قائمة وعندنا أفكار بنبدأ في خطواتنا الأولى إليها وفي الآخر بنقف في نصف هيا دي بقى المفروض تكون قررات سيارية لازم نشتغل جوه الأول قبل ما نشتغل بره يعني الوزير فهمي لما يروح ويوقع اتفاقيات أو بروتوكولات لا خلينا نقول اتفاقيات لأن البرتوكول يعني مش موجود اتفاقيات دلوقتي ما بينه وما بين دولة ويجي هنا مثلا وزارة زي أي وزارة وتيجي توقف عمل هذه الاتفاقية اللي مش عارف عشان خاطر فيه عوائق أو فيه قانون رقم خمسين لسنة 1940 بيمص على أنه لقد من الرجوع لمش عارف ايه وتشكيل اللجنة فبالتالي أنت أغلب اللجانة المشتركة حتى ما بينك وما بين الدول العربية اللي هي فيه اتفاقيات سنوئية ما بينك وما بينها لم تفعل حتى هذه اللحظة أنا لا طالما قابلت وزارات خارجية عرب وكلهم بيتطفقوا مع الوزير المصري على ضرورة تفعيل اللجانة اللجانة سنوئية المشتركة ما بين الدولتين على مستوى وزير الخارجية وعلى مستوى رئيس الوزراء وما بيشوفش نتائج خالص لهذه اللجانة المشتركة فأنت في حاجة حقيقية أن تترجع قوانين الاستثمار بتاعتك علشان تشجعي وزير خارجية يسافر ويمضي على اتفاقية ما تخليش الجانب الأجنبي يجي يقولوا لا أنا هوقع معك على الاتفاقية وهبعت المستثمرين بتوعي هيصطدموا بقوانين عندك غير مرحبة بهذه الاستثمارات يحصل تجميد للمشاريع يحصل تجميد بالزبط فأنا لا ده أنا روح أستثمر في أفريق أنا روح أستثمر في أي دولة وكمان استبدال السوق الأوروبي بالسوق الأسياوي اللي هو الفكرة اللي احنا عاديم نفكر فيها مع حضرتك من الصبح الفكرة دي أسهم بتاعتنا في النجاحات وفي الاستفادة وفي كبر مشاريعنا أكتر أكتر بكام في المية من لما كنا متوقفين فقط عند السوق الأوروبية هيا فيه فكرة لطيفة جدا ولكن لم تفعل فكرة التعاون الثلاثي المشترك مش الثنائي بمعنى أنه أنا مثلا الصين بتصدر أغلب منتجتها للسوق الأوروبية أنا ما جيش أستوردها من أوروبا أنا أجي أستوردها من الصين مباشرة هنيجي نتكلم أصلي فيه بعد مسافة وأصلي فيه نقل وأصلي فيه مش عارف هننقلها بالبحر ولا هننقلها بالطيار فهيبقى مكلف هيبقى مكلف طيب فيه حاجة تاني أنه الصين تيجي تصنع الحاجات دي موجودة عندي هنا أنا عندي الأرض وعندي العمالة وتبتلي تيجي تصنعها هنا فكرة التالتة الفكرة التعاون الثلاثي أنه الصين تمول مصر تنفذ في دولة أفريقية بمعنى أنه أنا دلوقتي فيه دولة أفريقية محتاجة تنمية طيب ومصر عايزة تكون شريك لهذه الدولة أو عايزة يكون لها مصالح فيها فبالتالي أنها تبتلي الصين أو أي دولة X من الدول أنها تبتلي تمول هذا المشروع بيد عاملة مصرية على أرض تالتة أفريقية هذه الفكرة لم تفعل حتى هذه اللحظة إحنا دايما الوسيلة بتاعتنا مباشرة يا إما نتعاون مع الدولة أن نبعث لها مش عارف دكتور وأن نبعث لها أطول أطول الطرق الممكنة اللي ممكن تخب مننا وقت وتنهيكنا ومجهود وماديا هي دي اللي بنسلكها تقريبا طول السنوات بالضبط وإحنا ما كناش بنبص في الاقتصاد بتاعنا خالص ولا على أفريقيا ولا على اليابان وكوريا والصين زي ما كنت بتكلم حالك في الأول حنروح للفاصل وارجع أسألك أنه هل فعلا بدأنا ننهج بدأنا نمشي في المنهج ده أن نحن نأثر الطرق على نفسنا أن نحن نحط حلول تبقى مجدية أكتر من التعائدات ومن طول المدد ومن طول الوقت اللي نحن بناخده دايما هل فعلا بدأنا نعمل ده ولا لسه لحد دلوقتي محل الكسير فاصل المشاهدين ونرجع مرة تانية مع الأستاذ باسل يسري الصحفي بجريدة الأهرام بجينا مرة تانية لمشاهدين هارك سعيد ولستم كاملين موضوعنا مع الأستاذ باسل يسري الصحفي بجريدة الأهرام وأستاذ باسل يعني مدى الجدية والجرائة بقى القرارات اللي ممكن تتخذ علشان نكمل في المشوار صح أو نمشي في الطريق المستقيم اللي بيؤدي لنجاح عملية التفاوضات وعملية العلاقات وعملية دايرة مصر مع الدول الأخرى طيب يبقى هارجع مع حضرتك لكلام اللي قلته في الأول وفكرة زيارة الوزير فاهمي للدول الحالية مش هحددها الصين وكوريا لا هي كل الدول يمكن اللي زارها باستثناء الولايات المتحدة عشان دي كانت الجماعية العامة وعمل المتحدة هو بيمهد الطريق فكرة تمهيد الطريق دي صعبة والأصعب منها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ما يتم الاتفاق عليه وجهة نازلي في الفترة الحالية صعب صعب من ناحيتنا وصعب من ناحية الجانب الشريك الأجنبي لسببين احنا صعب من ناحيتنا لأنه احنا يعني بصراحة شديدة جدا مفيش جرأة لاتخاذ قرارات سيادية قوية جدا بنقل العاصمة مثلا او فتح مشاريع سياحية في محافظة زي محافظة السيناء بسبب الإرهاب اللي موجود هناك بصراحة شديدة جدا الدولة عندنا مستنية الدستور ويتم الاستفتاء عليه وتمر هذه المرحلة ان شاء الله بسلام وبأمان علشان يسلموا المسؤولية اه يبتلوا يسلموا المسؤولية لحكومة تبدأ العمل مش من جديد هتبدأ العمل من حيث انتهوا او انتهت هذه الحكومة يبتلوا يبص والله ان الوزير فهمي عقد اتفاقيات في كذا وكذا وكذا نبتلوا نتواصل معهم الموضوع ده مش أهل من ستة شهور احنا بنتكلم من هنا لحد ستة شهور ربما كمان بعض الدول تنتظر لي ان يكون هناك رئيس فيبتلوا نتكلم على تنفيذ هذه المشاريع بعد سنة ولكن انا من وجهة نظري انه هنا من هنا لاخلال السنة بقول كنت الحراك مثلا على قرارات سيادية او قرارات سياسية انه تزليل العقبات وكل العوائق البيروكراطية امام المستثمين وامام الدول يعني ما فيش مانا ده عايز قرار جريء وقرار سريع زي قرار نقل العاصمة من وجهة نظري زي قرار نقل العاصمة مثلا من وجهة نظري ودي فكرة انا يعني اؤيدها تماما دي محتاجة قرار قوي وقرار سريع وفوري لحل ازمات كبيرة جدا زي تفريغ العاصمة القاهرة من الوزارات الموجودة اللي مثلا تسبب الزحام اهو ده مش اهو ده يعني الكلام في الموضوع ده يمكن اخد وقت طويل جدا واكيد عند المسؤولين فكرة كبيرة قوي عن معاناة او عدم تأسير حال الناس بسبب هذه الوزارات المتواجدة داخل العاصمة بزبط احنا عندنا كام واساسة ووزارة موجودة داخل العاصمة عندنا كتير عندنا كتير تنفيذ هذه الفكرة احدى العوائق الغريبة جدا انه مثلا وزارة الاستثمار فيها ليها مثلا مكتب اذا حد ده مثلا حب يصدق ما فيش مثلا مكتب في اسوان فبيجي مثلا الرجل عايز يفتح شركة بيجي من اسوان لحد القاهرة لو نسي ورقة لو نسي ورقة في بيت وهو صاح الصبح بيرجع تاني على اسوان يجيب يعني يعني مش هقولك لو نسي ورقة لهم لازم يرجعون هو ده الروتين بالظبط ما ينفعش مثلا يبعتها لكم مثلا بالفكس في ثانية لا مش هينفع يبعتها بالفكس فالموضوع بيبتدي يطول شوية فما بالك انه احنا بنتحدث على استثمارات بمليارات وتحويلات اموال عن طريق بنوك مصرية وعن طريق وعن طريق يعني فكرة انه انا افتح فرع لي بنوك مصرية في دول افريقية كبيرة جدا علشان خاطر يتم تحويل هذه الاموال في بعض القرارات التي يجب ان تأخذها الحكومة الاقتصادية قوية جدا هتأثر بالاجاب على قراراتنا السياسية دوليا وبالتالي هتشجع الدول على تشجيع مستثمرينها في الاخر تعتقد من الرقيب اللي من دوره المفترض ان هو يسهل ويسر الاحوال اللي حضرتك بتتكلم عنه هو رئيس الحكومة هي مش في ايد حد تاني غير رئيس الحكومة بيدير مجموعة اقتصادية بيدير بعيدا عن المجموعة السياسية والامنية بيدير مجموعة اقتصادية مصغرة لتزليل العوائق البوكوريطية أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر زي ما كنت بضرب لحليك مثلا بدولة الامارات دولة الامارات دولة الامارات دلوقتي تعد نموذج للعالم كله ما بقتش بس هي دولة صناعية ولا هي دولة زراعية احنا لسه عايشين على موروس نحن دولة صناعية ودولة زراعية أحبز هذه الفكرة ولكن هي دولة تجارية بتمر عن طريقها أغلب حركات التجارة العالمية فإحنا دلوقتي بنتكلم على قناة السويس تنميق قناة السويس خلاص ياخدوا المجموعة اللي هي مسؤولة عنه نبتدي ننمي حاجات تانية نبتدي نبص مجموعة اقتصادية تروح تتفاوض مع بعض الدول بفيه قرارات حاسمة وفعالة لو فيه تأخير من الدول هيبقى تأخير من الدول التانية نقول لهم لا إحنا فيه بديل تاني حركة القطارات يعني أنا يؤسفني جدا أنه مصر تبقى داني دولة في العالم على مستوى العالم كان فيها قطارات والحادة الوقت مش عارفين يعني مزلقان فهي المشكلة كلها فيه أنه بعد القرارات ناس كتير جدا بتبقى جاية وأنا يعني شخصيا بتعاطف شوي في فكرة أنه هو صعب ياخد القرار عشان إحنا في فترة انتقالية ولكن بحكم أنه أنت قابلت بهذا المنصب يمكن أن تأخذ القرارات القوية يعني أنا مش عارفين المصريين مش شايفين أنه فيه عزرف أنه هو فترة انتقالية فلابد أنه هو يقف مكتوف الأيدي يعني يعني ناس كتير جدا بتشوف كده وناس من وجهة نظرهم أنه قد يحكم بعد ذلك فبالتالي هم بننتظر مرور هذه الفترة الانتقالية ولكن أنا فيه قرارات أنا شايفها أن هي يجب أن تأخذ قرارات سريعة تقنين بعض أوضاع مش عارف المزارعين وزير السياق وزير آسف وزير الزراعة شغال بدور كويس جدا حان فريد ابو حديد وزير الإسكان شغال بشكل كبير جدا ولكن يجب أن يكون هناك مجموعات اقتصادية مصغرة منبثقة عن مجلس الوزراء المسؤول عنها بيبع رئيس الوزراء تمام دلوقتي بدأنا نتكلم عن اتجاهاتنا ومنهجنا في العلاقات الدولية عموما مع الدول كلها لو جينا نتطرق للعلاقات مع تركيا مثلا يعني بلد زي تركيا ومفترض أنه كان بيبقى فيه بيننا علاقات اقتصادية قبل كده كانت فعالة هل العلاقات الاقتصادية دلوقتي فطور الإيجابي ولا تعتقد أنه ممكن يكون متوقف لحد دلوقتي في التعاونات هي مش متوقفة أنا كنت متابع للموضوع ده هي مش متوقفة ولكن هي مش في طرق إيجابي زي ما ممكن الكلمة بتحمل من معنى هي الفكرة أنه فيه توترات سياسية طبيعي رجل الأعمال التركي اللي هو لو استثمارات هنا بالمليارات بينتظر بعض الشيء لحد ما يشوف الحكومات إيه اللي هيحصل فيها على المستوى السياسي هل تعتقد أنه ممكن المشاريع الاقتصادية التركية تتأثر في مصر لأنه العلاقات السياسية متوترة إحنا مش عايزينها تتأثر إحنا مش عايزينها تتأثر لأنها هتضر بالصالح العام المصري وفي نفس الوقتها هتضر بالصالح العام التركي وفي نفس الوقت الحكومة لما هتتغير سواء عندنا أو عندهم وهي أعتقد أنها بدأت فيه الانهيار حكومة رجب تاب أردوغان فأعتقد أن المستثمر إذا إحنا اتخذنا أي قرارات ضد المستثمر التركي فمش هيرجع يجيرنا تاني أعتقد أن الاستثمارات التركية هنا هي آمنة وهقولها عليك على حاجة ولفت للأمر أنه جمعية الصداقة المصرية التركية هي غير راغبة آسف هي غير راضية عن تصريحات رجب تاب أردوغان وهي بتأمل بمزيد من الاستثمارات التركية في مصر وهي تعلم تماما دور مصر المحوري في المنطقة فإحنا بنتكلم على الاقتصاد التركي لا الاقتصاد التركي هنا في مصر آمن وبيشتغلوا في مصر وأعتقد فيه حوالي 5 أو 6 مليار جنيه يعني بنتكلم على استثمارات 6 مليار جنيه بيستثمروها هنا في مصر 6 مليار دولار آسف ففيه استثمارات ضخمة للأتراك هنا في مصر بعد الدستور وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تعتقد أنه كل مشاريعنا للمستقبل بعد العلاقات التي نقدمها دلوقتي عشان نبدأ ويشتغل عليها الحكومة الجديدة بعد الدستور والانتخابات هل تعتقد أن هي هتكون كل الإخفاقات التي تتكلم عنها والذي ذكرتها دلوقتي وإحنا قاعدين مع بعض يمكن القضاء عليها ولا برضو هتأخذ منها أو هتكلفنا وقت كبير اللي أنا أعرفه أو أننا اتكلمت مع ديبلوماسيين كانوا أجانب كتير جدا الناس عندهم ثقة في الحكومة الحالية فلكي أن تتخيلي حينما يقر الدستور ويكون هناك حكومة جديدة فأعتقد أن هناك استثمارات أجنبية ستكون بشكل كبير جدا لا سيما الاستثمارات الأوروبية أخيرا التعاون المصري السوني التعاون المصري الصيني الكوري ممكن يسد الفجوة اللي ممكن تحصل مع تجميد المعونة الأمريكية أو هتبقى هذه جانب وده جانب هم بالفعل الأمريكان خففوا القيود على هذه المعونة ولكن أعتقد أن مصر لما قدمت بديل أو ما كانش بديل بس وضعت يدها في يد الاتحاد الروسي أعتقد أنه بدأت الولايات المتحدة أن تعي تماما بأن هناك بداء الأخرى لمصر ليس فقط يعني لا ننظر فقط لولايات المتحدة لكن هناك الكثير من دول العالم التي يمكن أن أتعاون معها سواء بقى في المجال أي زي ما بقول حراكة العسكري زي ما ذكرتي أو لو في السياحي بدلا ما هنبص على الاتحاد الأوروبي وأنه لازم أنه يخفف تحذيرات السفر إلى مصر لا فيه السائح الياباني موجود وفيه السائح فيش السياحة الأفريقية بشكل كبير ولكن بنشجع السياحة الأفريقية أعتقد أن السفرات شغالة برضو على الموضوع ده أعتقد أنه مصر دلوقتي فيه قدامها خيارات كبيرة جدا يعني كمان حتى المعونة العسكرية ممكن نستمدها من دول أخرى زي روسيا هقول لحدك على حاجة الهند بتصدر التكنولوجيا الإسرائيل التكنولوجيا النهوية اللي هي الجارة لنا الصين عندها النهوي وعندها الأسلحة كبيرة جدا روسيا عندها أسلحة كبيرة جدا الخيارات قدامنا والبداء الموسعة جدا ولكن إحنا مصلحتنا في الفترة الحالية وفي الفترة القادمة مع مين عشان إحنا بنبني علاقات استراتيجية طويلة الأمد شكرا جدا يا أساس باسل على وجودك معنا نهاردة نوارتنا الحقيقة وأرحقناك كلمنا كتير نهاردة جد الموضوع كان مهتمين أننا نتكلم فيه في تفاصيله أكتر شكرا لحضرتك مشاهدينا كلمنا عن زيارة وزير الخارجية الوزير نبيل فهمي للصين وكوريا واليابان كلمنا عن تفاصيل كتير جدا في الفقرة دي رب تكونوا استفدتوا معنا يعني وفهمتوا التفاصيل عاملة ازاي كمعنا الأستاذ باسل يسري هو صحفي والكاتب بجريدة الأهرام هنسمكم مع فاصل نرجع مرة تانية مع ضيف جديد وفقرة جديدة في نهارك سعيد